رضيلة الشيخ أفقكم الله يقول كيف الجمع بين قولنا إن النذر عبادة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه لا يأتي بخير يعني الدخول في النذر لا يأتي بخير فمنهي عن الدخول في النذر ابتداءاً أما إذا نذرت صار عبادة يجب عليك الوفاء به قال صلى الله عليه وسلم النذر أن يطيع الله فليطعه النذر يعصي الله فلا يعصي قال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر إن الله يعلمه النفقة والصدقة ما هي عبادة عبادة الله قرن معها النذر وأخبر أنه يعلم ذلك وسيجزي عليه يوم القيامة كما يجزي على الصدقة يجزي على النذر النذر عبادة ويوفوا نذورهم اليوفوا نذورهم وقال في الأبرار يوفون بالنذر فهو عبادة إذا عقد صار عبادة أما قبل أن يعقد فأنت في عافية لا تدخل نفسك فيه ثم تتحرج منه لا تدخل نفسك فيه